أكد المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي أن بلاده والولايات المتحدة سيستأنفان الأحد المفاوضات حول مستقبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابية وقال المتحدث العسكري العراقي أن الضربات الأمريكية المتكررة على الفصائل المسلحة في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعا إلى استئناف المفاوضات في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تستغرق أي مناقشات حول مستقبل التحالف شهورا عدة